اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسوا في كابل انطباع مانقا وان بيس وحادة تس اس عيس الفصلретو سسعمية وتسعة اررروبعين فاقي واحد وخمسين فصل حادي الأفصول على الامف طبعاً قبل الحلق وقبل كل شيء لا امكاني مبارك لي وان بيس هذه القصة الأسطورية وصولها إلى 22 سنة يصير هذا الشيء في تاريخ 22 جولاي يوم الأحد القادم 22 سنة وقصة منغا وان بيس تنشر في مجلة تشونين جامب 22 سنة من النجاحات الأسطورية وبهذه المناسبة أعطوا غلاف مجلة تشونين جامب وان بيس كفر كل حق وان بيس وهي عبارة عن برتين البرت الأول هذا العدد هذا البرت الثاني كل عدد الجاي المجلد الجاي فلما تحط الصورتين جب بعض تجريك صورة واحدة كبيرة سبريد يعني شي جميل صراحة الاحتفالياتهم هذه جدا جدا جميلة وأيضا أعلنوا في نفس العدد هذا عن قصة الجانبية لمانغا زورو قتال زورو مع ميهوك سيعتم إعادة إنتاجه أو إعادة رسمه بوسطة رسام دكتور ستون الذي رسم مانغا دكتور ستون رسمه مره مره رهيب سيعيد رسم معركة زورو وميهوك ليش سوي كده برده بمناسبة تذكره إعادة حيالي هذه المعركة الأسطورية شي جميل جدا جدا ويعني قصة جانب يمكن يذكرون شيء إضافي عن زورو في القصة ما أدري صراحة ننتظر وشوف صدورها الخبر هذا صدر في حلقة شون يوز اللي قدمها أخونا الغالي ياصر البراك وتعدى خطنا الغالية وجدان شان في القناة نزلت أمس الخميس أتمنىكم تشوفونها وتستمتعوني تقول لها لايك وتدعمون أخونا الغالي ياصر وهذه السلسلة ترى مستمرة في القناة لها فترة طويلة جدا حاليا هذه الحلقة رقم 54 إذا ما نقل طال لي نزلونا في السلسلة مستمرة أسبوعية أو كل أسبوعين حلقة على أي تحال عندي ملاحظة واحدة بس ومن هنا تعتبر حرق فخلوني حسوي المقدمة قبل بعدين نبدأ الحرق فحين قبل نبدأ الحرق هازم نعيدوا نأكد على جمهور انيمي وانبيس في الحلقة هازم نتكلم عن منغا وانبيس حتى تصدر التلاف في الانيمي فسكروا فيديونا الأفضل لك وخلونا نبدأ الملاحظة اللي حبيت أقولها على الصورة أن زورو كان مطلع السيف الأحمر الملعون اللي قلت لكم أنا راح يبدله اللي قلت يعتبر الجيل الثالث بينما لوفي في نفس الصورة ماسك السيف البنفسج الجديد اللي يعتبر الجيل الثاني بنفس السيف اللي عند زورو ني داي كتتسو اللي عند زورو سان داي كتتسو الجيل الثالث اللي عند لوفي ني داي كتتسو هذه نظرية اللي أنا طرحها من الزمان لوفي ماسك السيف زورو من بين الثلاث السيف اللي عندنا مطلع سيف واحد بس اللي هو الأسود الملعون اللي أنا قلت لكم لابد أن يبدله بالسيف اللي عند لوفي لسببين أول آخر هل بيكسر سيفه هل بيصير له شيء ما أدري صراحة ولكن حبيت أذكركم بهذه النظرية والملاحظة الغريبة اللي أنا حط فيها الغلاف ليش مماسك السيف الأسود ليش مماسك السيف الأبيض شمع لماسك ومطلع بالغمدة السيف الأحمر اللي ممنوع أن يبدله بالسيف المنفسجي اللي عند لوفي أما صفحة الملونة فهي برضو بمناسبة تذكرها 22 سنة كذا مجرد صفحة الملونة الله يكرمكم شمبانزي وقردة وغوريلا قاعد يسبح في بركة وماسك موزة يبياكلها لوفي طب عليها كل موزة والكل قاعد يسبح برد على الروحة من هذا الحر الشديد وأوداء أو أتوقع المحرر الكاتم شكرا لكم لدعم أرك وانو يعني واضح لنا أرك وانو قاعد تلقى دعم جبار من الجمهور في الريتنج أتكلم تقييمات الأرك فمقابل هذا الشيء سأقول لكم سبريد ملونة وكذا حركات سبوع هذا سبوع الجاي من دلعين ومبيس ومناسبة تذكرها 22 سنة يا جماعة 22 سنة من بسيطة على مهم نبدأ مع الصفحة الأولى وكالعادة أودون السجن أنا ما أحب أحرق على متابعين المنقل اللي تبعوا ما هي صفحة صفحة ولكن أبا أقول لكم بشكل يعني لا تتوقعوا شيء مرة مرة قوي من هذا الفصل حلو ممتاز بس من مرة قوي فلا تربعوا السقفة وما يقولوا فصل أسطوري لا فصل كويس ممتاز جميل خلونا نغطي كامل وفي آخر الطبابة أتكلم بقول رأيي بالكامل على الفصل عشان لا أحرق على المتابعين صرخة من القائد قائد السجن أو رئيس السجن الغوردن أولد ميد بانانوكي أو هي كان اسم الفيل هذا اقتلوها ستة الحشرات في الحال يتكلم عن رايزاو تواماتسو كيكو لوفي يوغيرو و تشوبر وحراسة غاضبين يصنخون لكم اللعنة طلقاتنا طلقات الطعون هذي حقتنا مو قاعدة تصيبهم نهائيا مو قاعدة تأثر فيهم لأن لوفي قاعد يتفادى والبقية برضو قاعدة يتفادون يعني مو قادرين يلمسونهم مو قاعدة يأثروا عليهم لوفي حطوا تصلف في يده بوفقع وجه واحد يوغيرو بالسيف اللي ما يجبني الجامز اللي ما قاعدت لكم قاعد يقاتل كافوا عليك يوغيرو في حيات القزمة ذو عجوز برا قزم ماسك سيف الرئيزة بتقنيات النجا كوماتسو بتقنيات السومو كيكو بقتالها بالساموراي وطبعا شمبر بسلوب قتال الكونغ فو جاب المشهد على دايفو جو اللي هو زي العقرب وباي ذا ويا أشكر أخي على طبعا الشخصية هذه مقتبسة من شخصية من هيتونو كين يعني نفس اللبس نفس القناع اللي على واجه صراحة أودا قاعد يوجه تحيات لكل المنقات وكل الأعمال الانيمي والمنقا اللي ظهرت في طفولتها قاعد يرسم شخصيات اتباس من الشخصيات ذيك كتحية وتذكير منها بتلك الشخصيات الاسطورية فدايفو جو هذا اللي يعتبر نائب مدير السجن قاعد يقول ما يهم على مين تصوبون يعني لا تصوبون على لوفي رابعة اطلقوا وصوبوا أي حد في السجن كان فعلا يصوب مسدس على المساجين فاللوفي معاصل يقول هاي على مين تقعد تطلق على هنا اطلق عليه ما يابه لوفي ما يابه للمساجين الأبرياء اللي ما لهم ذنب يصابون بالطلقات الطعون وهو يعني اللي قاعد يقاتل هو المسبب بالمشكلة ذي كلها وجبوا لك فعلا ديفوك وطلق الطلقة واصاب هذا المساجين والمساجين السجين مسكين اوه كذا وطاع في الارض الطلقة فعلا ما يبرصاص طلقة مرض معدي نشر للأمراض المعدية فاللوفي قاعد يقول له يا حقير المساجين ضعفاء لنا مكلوا شيء وقوموا 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 ويقول له كيف تجرع تنشر أمراض معدية أنا كطبيب يعني معلاته وما قال ذاك يا بس أنا كطبيب بالمفروض اني ما اسمع بانتشر الأمراض المعدية انت قاعد تنشر أمراض معدية حقير طبعا لوفي ووتيوبر ما كانوا قاعد يصلون للديفوكو حتى الان قاعدين يضربون السجنين المتابعين حق ديفوكو وحق البنانوكي اللي قاعد يستخدمونه مستدرسات الطاعون وقاعدين يطلقون على المساجين وقاعدين يقولون ماخر عالم لا تضربون رفاقنا يعني المساجين ذيني رفاقنا النكبة اللي بيصلون حلفاءنا وبيهجمون معانا على كايد هذا خطاتهم هذا مقصادهم فليش قاعدين تهجمون على المساجين النكبة حقين خصوصا من بالذات هيوكو رو كان غاضب جدا لا تضربون النكبة حقاتنا فشبر ولوفي كلهما حافي بوينتو حافي ستامب بوف لوفي برجلة وشبر لكبة كذا بوف في وجه السجنين أتباع بانانوكي أتباع كوين وقاعدين يضربون فيهم ويجبون لك كم واحد من أتباع والسجنين أتباع كايدو ويقول إنه شيطاني يقصدون كيكو وكيكو قاعد يتمر بينهم بدل القناع الشيطاني هذا قاعد يتقطع فيهم أتوقع طبعا في الإنمي بيسوون إضافة قوية جدا في المعركة هذه تعدد الكاتب ما عنده وقت يضيع يبي يختصر يبي يبشي في الأحداث عشان يخلصها في المنقة والإنمي راح يستغل مثل هذه الأحداث أنه يمطط فيها ويضيف لنا فلارات بس إشكالة طالما نفوانه وزي الفلارات نجات حقة زوره الأخيرة استمر ضيف ضيف يد ما تقدر ضيف مع تشاب دي جاب المشهد على وكو ماتسو كابا ستايل يوري كيري وضرب ضربة جديدة باب الضربة هذه بالأحد مسميات أو ضربات السومو قاعد يقاتل بالسيف بس يستخدم ضربات سومو أسماء ضربات السومو ويقول لك يعني ضربة الطير 4-5 كيكو الطير 3-4 فلوفي يجلد شوبر يجلد كيكو تجلد الكل قاعد يجلد احنا مشهد كابا نسميلي الرائزة واللي طاير في الهوى لايتنج شيركين شاك 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 قاعد يرمي حيب لجمات النينجا محملة بالرعد يعني فعلا فعلا تقنيات النينجا اللي بخناف اللي أردته قاعد تتجي عند رائزة ونفس الوقت وهو طاير في الهوى كذا رمى المفاتيح اللي هو سرقها عشان يفتح بها قفال كوماتس وغيره رمىها على يستسكد وكان يصرخ ويقول حق يستسكد استخدم هذه المفاتيح يا صديق لوفي لانا شاف لوفي يصرخ ويقول أنقذوهم حرر روحه ويقول شفهم طحف فعرف رائزة وانا ذا يستسكد صديق للوفي هو منافس للوفي ولكن عدو عدوي صديقي حاليا يستسكد عدو كايدو فهو صديقي رائزة وقعد يقول استخدم هذه المفاتيح اللي يتحرر نفسك من الأصفاد رمال الفتيح يستسكد أول مجالة الفتيح قدامه عطاه هذه النظر يعني وده وما وده في نفس الوقت لأن لما يأخذ المفتاح بيعتبر تقبل مساعدة من صديق لوفي أو من حلفاء لوفي فمعناته كأنه قبل بالتحالف مع لوفي أو أنه يكون في حلف لوفي الخطط لسقاط كايدو هذا قرار مرة مرة قوي يخص لنا في السجن وكان في السجن مع لوفي كان يقول له أنا مستحيل أتساعد إياك أنا مستحيل أتعاون إياك في قتال كايدو أنا اللي بهزم كايدو بنفسي ولوفي قاعد يقول أنا اللي بهزم كايدو بنفسي بس قاعد يشوف قدامه لوفي يسوي العجائب ولولا البقمام دخلت وها وصلت البلو إذي كلها كان أوهو يستسكد وصديقة كلها اللي كانوا بروحهم فيها وحاليا اللي قاعد يساعد ويحرم الأصفاد لوفي هو قاعد يقلب السجن رأسا على العقب وقاعد يستسكد يشوف المشهد كلها قدامه ولا يزل مصفد بالأصفاد الكيروسكي مم قادر يستخدم قدرته ولا عند أي قوة نحظة نبيت واحدة ترى ديفوكوا لا يزل يأمر أتباعه أطلقوا رصاص الطعون أطلقوا رصاص الطعون لازلوا مستمر أطلقوا الرصاصات إلا لوفي غاضل يقول اللعنة هم مم قاعد يصومون رصاصاتهم إلا على المساجين هم مم قاعد يطلقوا عنه يطلقوا عن المساجين القاضي اللي ما لهم ذنب في الموضوع لوفي مقبون بميرا يعنبه وجابه فعلا انتلقه صابت واحد المساجين وكذا تطلاء ب jourعمة زي العلامة täتت على علامة الفيروس وا بده ينتشر وكذا في الجسم هو ظه لأه يا حرق يا لبني ك obwohl النار تمشي في جسمي ساعدوني شخص والطعون كذا ينتشر في الجسمه ويجي عن وجهه ويحرق وجهه و calveser بقية وكل مخروقき عنهم واخره عنها واخره عنها أسبوع النفس ويجبون لك ايدا السجين فاجه وجهها كله قلوب وجسمك كلها قالوا أهار حار جسمي حار كده يحترق قاعد يحترق من داخل وطيفوك والحقير يقول آه صح تلسيت أقول لكم اسم السلاح هذا أو اسم المرض هذا هذا المرض يسبب حرارة عالية جدا في الجسم وينتشر من المكان اللي انصابت فيه يعني ينتشر من هنا في جسمك كله لماسته أنت بينتشر فيك من المكان اللي أنت لماسته وهكذا ويتسبب لك بألم لا يحتمل يخلي جسمك يقلمك آه وتتعذب من الألم إلى درجة أنك تشعر أن جسمك يحترق قاعد يولع نار كأن جسمك يشب نار يسبب لك نزيف دائم في جسمك فالشخص المصاب بدون لا يشعر وبس يبحث عن المساعدة كذا يأعز عدولي لو لمس أي واحد أو أي واحد جاء حاول يساعده على طول رح تنتقل عدوى منه مباشرة طالما لهذا السبب الحقير ديفوه قاعد يقول ما يهم تصيبون منه بس اطلقوا اطلقوا اشروا العدوى اشروا العدوى عند الكل والمصير اللي يستناهم في النهاية انظروا اليهم هذا من قدامكم جابوا لك كذا بعض المصابين طاع في الارض يقول لك ينشفون وكأنها شجرة يعني يبست ما فيها ماء كأن شجرة لما تنشف من الماء والطيح نفس الشكل طيحين في الارض دماء تنزف أجسادهم وجنودهم كلها متعفنة خلاص منتهين وهنا علق ديفوك وتعليق مهم جدا قال هذا واحد من الأسلحة المدمرة ومن أفضل الأسلحة اللي صنعها سيدي كوين واحد منها مو كل أسلحته اسمه كوين ذا بلايك كوين الطاعون شوف هذا واحد من الأسلحة الطاعونية اللي هو صنعها حلعجباتي الطاعونية هذي إنه مرض نادر جدا يدعى أو اسم المرض مامي الممياء لأنه يخليك تصير مثل الممياء كذا أنا شوف طايح في الارض كأنك ممياء وهنا بدأ بابا نون كياو مدير السج يقول انطلقوا الآن أصبحتم كلكم أسلحة بشرية وكانكم زومبي شوفت زومبي لما يمسك يعظك ينتشر مرض هذا محتاج يعظك بس نمسه انتشر المرض فقلوا أنت أصبحتوا أسلحة بشرية اللي أنا سبقا يطلقون على كل المساجين يحولونهم إلى أسلحة بشرية من مجرد لمس أي واحد منهم لأي واحد من اللي اللي بنهزمهم انتقل المرض والهزم خلاص هزمناه وصارخ أيضا في المساجين اللي ينزلون سليمين ما أصبهم أنتم أيضا شكاعدين تتنظرون إذا ما هجمتم رح نعتبركم ثائرين علينا ورح تطلقون عقاب أشد من هذا أهجموا كلكم سواء المصابين والغير مصابين الكل يهجم على لوفي ورابعا لهم الستة أشخاص دين هنا علق لوفي ورابعا يقول اللعنة يبدو أن كل من في أدن أصبح عدونا حالين مو بس الحراس حقيقادي لازم نهزمهم لا المساجين المصابين والمساجين السليمين كلهم أصبح عدونا زودنا على أتباع كايدهم الحراس شوف السلاح الأسطوري هذا حقوين كيف أنه خطير وكيف أنه ممكن يأثر على الوضع يقلب المعركة هنا جمشت على لوفي ورابعا والمساجين يعني يتكلمون مع لوفي وم يتألو أرجوكم ارحلوا من هنا لو أنكم ما جيتوا هنا كانوا عايشين بسلافين السجن كذا يمشون وهم يحترقون ويقولون الكلام ويتعذبون يتألمون يعني العذاب والألم اللي حنا فيه بسببتكم أنتوا جيتوا في السجن دخلتوا سويتوا ثاورة وحنا قاعدين يدفع الثامن حاليا يكمل المساجين كلامهم حتى لو أنكم فعلا أحد الأغماد التسعة أو كلكم أنتوا الأغماد التسعة اللي مفروض أنكم متوا قبل عشرين سنة ولازلتوا على كايدو الحياوي يعني الإشاعة أو النبوة اللي تنبأت أبها ومسكي أنكم أنتوا بترجعون بعد عشرين سنة حتى لو أن هذا الكلام صحيح أنتوا ما قدرتوا تفوزون على كايدو قبل عشرين سنة ما أحد منكم بيقدر يفوز على كايدو الحين هالتنين الطائر الأسطوري الوحش المرعب الكاسر هذا ما بتكنوا تفوزون عليها الحين وطالما أنه موجود ما رح تكنوا تهزمون قراصينة الوحش قراصينة الوحوش اللي يعني طالما أنك كايدو موجود حتى لو أنكم هزمتوا كوين وهزمتوا كينغ وهزمتوا جاك كايدو موجود إذا ما سقط هذا الوحش الكيان الأسطوري المرعب المقلوق الأقوى التنين ما في فائدة لن تسقط قراصينة الوحوش برجعون لكم هم الجديد وإحنا اللي بنعالي بنتعذب وجيب عادها أهم كألمة في ذا الفصل يقول انظروا حولكم بمجرد سلاح واحد سلاح واحد اللي وجاك الجفاف ما لديش من أسلحة ليش يسبب جفاف ماشي منها حتى الآن كينغ عنده الهيلفاير الحريق اللي تاكل كل شي هذي برضو ما شفنا قواتها حتى الآن حالي شفنا قوة سلاح واحد من أسلحة كوين فقط يقولك شفنا حيث سلاح واحد من أحد كوارثة شف الدمار اللي سواها قدامنا انظر إلى القوة التدميرية والجبارة اللي شفش الوباء انتشر فينا كلنا بس مجرد لمسة قاعد ينتشر ينتشر السجد كلها ممكن يموت بسببت المرض والوباء اللي انتشر من طلقات قاعد ينطلقونها الصناح واحد صناعة واحد من الكوارث شف قوة قراصينها تنحوش كيف كذا يعني مرتعبين عازماتهم مكسورة متدمرين خلاص ما فيهم حلقة لما عندهم عزيمة على القتال فيكملون الجنود المصابين وهم يمشون ويتألمون كذا قاعد يتألمون وهم يمشون ولو في كدم على البقية يعني كل الست البقية والخمس الباقي وراه هو الوحيد اللي قدام والجنود يتكرون نعم هذا صحيح انتو الناس الأوتسايدر يعني انتو الناس اللي من بره الديره بره البلد لونكم ما جيتوا اليوم كان اليوم كان يوم عايد عشنا بسلام داخل هذا السجن وما تعرضنا لهذه المعلان اللي قاعدين نعانيها العلو ألم وحرارة وكل شيء لوفي فاجأ غضب ومد يده ومسك اللي كان يتكلم صد ثامه كذا طبعا اللحظة اللي لمسه على طول مره ضطعود انتشر في يد لوفي على طول كيكو وخر القناع وقام يقول حق لوفي لا لوفي تارو لا تلبسها هو المسه خلاص ومو بس لبسناه اللي مد يدئنا وضم المصابين اللي يقدموه كلهم كلهم ضمهم ضم كذا لمهم كأن يلمهم ويقول لهم يا رفاق توقفوا فقط توقفوا عند الكلام يتقنونا وضمهم كلهم ها شو اذا خبر المفروض انه لمس بتنتقله والرجال مو بس نبس واحد فينا ضمنا كلنا راحت من المصابين قاعد يشوف يقول مجنون ذا الولد شو قاعد يسوي مو مصدق حتى يفوقوا العقرب هذا قاعد يقول مجنون مجنون رسمي مجنون ورأيزه يقول لوفي تارو شو قاعد ينسوا ماخر عنهم ولوفي هنا بدأ يتكلم بدأ يلقي الخطاب الأسطوري صراحة بكل ما تعني الكلمة ما الذي تعلمون بأن هذا شيء مرعب أو هذا مخيف أو الدمار المرعب والمخيف هذا يتكلمون عننا ويش القوة المجبارة والمدمرة في ذا المرض اللي المرضون نتوقف له وما نقدر نسوي فيها شيء شيء مثل هذا أو شيء مثل هذه القوة ما راح يوقفني أنا ما راح يأثر فيني أنا هنا طبعا شو بر كون الطبيب قال لا لا تكذب يلوفي ولا تحائط وخر عنهم المرض قاعد ينتشر لك طيب خلاص يعني ما بفايدة حتى لو أنه وخر عنهم المرض جاه وانتشر ما بفايدة من الكلام توليت يا شو بردت كونك طبيب وردتك عارف ذا الشيء أشكر أخوي الغالي هدنا نشوف على ذا المعلومة المرض هذا اللي هو الطعون يعتبر مش مرض فيروسي بينما وباء بكتيري ينتشر مثل البكتيريا العدوى البكتيرية اللي تنتشر هذا ما يعنيه الطعون وعلاجه يكون عن طريق المضادات الحيوية وفعلا أعرابها الحمى والحرارة والألم الشديد والتقيؤ وكلام هذا اللي هم قالوا كله النزيف الدماء كله تطلع من مرض الطعون فاللي صاير معلوم في حاليا ما بيكفيه أنه تعالج من السمون قبل السم شيء ومرض الطعون البكتيري هذا شيء ثاني الوحيد اللي يقدر يعالجه منه هو تشبر مباروض أنه تشبر عنده خبرة في ذا الشيء فعالجل كده تشبر يقول له وخر عالم لأين تشرب بشكل سريع فيك ويأثر عليك بشكل سريع طبعا أنا نفسي أتوقع ونقل لهذا الكلام في حساب سكوبر قمان اللي ماسك الله عطلافة دبتر محمد واخرنا الغالي فهد المنري أن على الأغلب السجلين نفسهم عندهم مضادات حيوية تعالجك من ذا المرض طيب أنا كالسجان طلقت الرصاصة بعدين المسجون جي لماسني ونتقل للعدوى شا استفادنا؟ لازم هم عندهم مضادات حيوية تشفيك من المرض هذا وتعافيك منه فلابد أنه في علاج موجود أو لتشمبر ويخترع علاج أي أنكام وش هذا موضوعنا حاليا لوفي وهو لا يزال ضم المصابين ذي اللي كلهم مؤخر عنهم وقاعد يقول كل الساموراي اللي أنا شفتم وقابلتم هنا في والو في السجن أقوية جدا ولكن أنتم يا رفاق عزيمتكم متحطمة مكسورة وجد العزيمة عزيمة الرجال والو اللي يعني عرفها كي يولع فيهم النخوة يولع فيهم الشهامر رجولة المنسية اللي تولعت المتقابل في العجوز هيوغيرو ويش اللي تقولون كنا بنعيش حياتنا بسلام ويش اللي الحياة السليمة والعقلية والمنطقية اللي تعايشين هذي اللي تنفذون كل الأوامر اللي يقولون لكم حتى لو كانت ضدكم في مقابلكم تحصلون على شوية دنغو تقلونها يستد جوعكم بس ما يستد عند جوعكم بس عشان يخليكم تعيشون أصحوا أصحوا من نومكم أصحوا من حناكم اللي تعايشينها أنتوا عايشين حياتكم مثل العبيد ويقول ذلكلمة رباهم أرضا كذا واخر عني خلاص يعني ضميتكم قلت لكم الكلام اللي يصحيكم الرباهم في الآض عشان يعطيهم الصدمة اللي يتخليهم يصحوهن استيخذوا من النسبات اللي انتوا فيه مو بحياة هذي مو بعيشة هذي أنتوا رجال والوا الفخورين الساموراي الفخورين تعايشون مثل العبيد ما يسير وفعلا في اللحظة هذه المساجين اللي كانوا مصابئين يتألمون يصرخون كل واحدين يمسك الألم حقه ويبلع الصيح على قلطهم وبدأ يسترجع عزيمته وقلبه بدأ يصحى كذا بدأ يرجع لهم بالنخوة والشهابة والكلام كله بدأ يرجع باللحظة هذه وصلت وتابها أخيرا مع مومونسكي طالين من تحت الدرج كذا ببعيد يطلعون الوضع وتابها تقول آه أنا كينه بخير ومومونسكي يقول لها حرارة حرارة تطلع من المخارب قوة الحرارة في اللحظة هذه دايفوكو العقرب وقف قال لا لا هذا الولد مم طبيعي فيه فيوز طاق في راسه مم طبيعي مم طبيعي يتكلم عن لوفي ولوفي بدأ يكمل خطابة صرختها وش يهم إذا أنا من دخل البلدة ولا من برى البلدة يعني إذا أنا من برى البلدة ما يحق لي أحمي ذا الدولة ما يحق لي أحمي وانو أدفع عنه عن شرفها ما يحق لي ليش عشان لي بس خارج من خارج الدولة أنا قطعت عهدا ووعد مع تلك الفتاة الصغيرة أوتاما التي أعطتني كل ما تبقل ليها بالطعام وزمتها الوحيدة الرز اللي كانت مرد تحتفل فيه في عيد بلاد أعطتني كفو عليك يا لوفي كفو عليك يا أوتاما يا فخر الساموراي انتي انتي طبعا الوعد اللي أعطاه لوفي لها مو بس وعد أهو بل وعد إيس اللي مات عزيمة وعود إيس لوفي يجيلهم على ظهرها أخوه الكبير بيكمله وبينفذها وبنفسه أنا تحمست وخطرت الحمار اللي كان يصير كان يكمل الخطبة يكمل لوفي كلامه يقول أنا قطعت وعد لو تاما اني بحرص كل الحرص اللي كل ما في هذه الدولة دولة وانو يقدر يعيش وياكل قوت شوما ولين ما يشبع تعيشون على الفتاة والماء المسموم والمرض والوباء المنتشر في كل مكان هذي مو عيشة انتوا عيشين عبيد أصحوا أصحوا يا جمال عما يصير وتاما وين قاعدة تطل من بعيد آنيكي تذكرت لغة حتى بالإلمي اللي تواجهي يا الله يا الله على هذا المشهد لحظة المشهد هذي مع ميوزك جديد كده حق وانو أسطوري وهذه الكلبة وهي تسترجع الفلاش باك اللي فعلا زو لوفي بعد ما جاب العربة بعد ما صرق العربة اللي كانت تجرها السبيد اللي كانوا جايبينها من عند الجبل جاب الأكل كله إلى قرية قرية البقايا الميتين من الجوع ووزع عليهم أكل نقي نظيف صحي فرش طازج سمك وأكل وفواكه وماي وكل شي نظيف عطاهم إياه وبعد ما كلهم عطاها ذاك الوعد وقال لها أنا بكون حريصا لي ما أطلع منوانه إلا لما أضمن أن الكل يقدر يأكل حتى يشبع كل يوم مو بس يوم في السنة ما تاكلين الرز اللي في يوم عيد ميلادك رز يا جمعة الخير مو بحت سمك ولا لحم رز بس مجرد الرز ما تاكلين اليوم في السنة في عيد ميلاده شذا العيش هذي؟ ما تحقق هذا الشيء ما صار شيء اللي أنا وعدت فيه هذا المكان لا يسمى جنة ولا نعيم ولا مكان تعيش فيه هذا جحيم لا يعاش فيه يعني أنت تعيش عيشا كريما مصالا شبعالا ولا لا تعيش ما تصوى العيش كذا ليس تمروا عاكم عايزين وتو عايزين كذا أنا سمعت عن أدن ويبدو لي مما سمعت أنه كان رجل مذهل جدا ورائع وأسطورة تكلم عن أبو مومنسكي الكلام ذي كان موجه لمومنسكي ولو في ما يدين مومنسكي موجود حتى ولكن عندما قتل أدن قبل عشرين سنة الدولة دي كلا كانت توقفت على التقدم توقفت عن الحركة خلاص أصبحت جثة هامدة دولة وانو كلها بعد ما مات أدن قبل عشرين سنة توقفت على الحركة كذا كانت جثة تنتظر تموت إلى متى كذا لقد أتهينا من أجل حزيمة كايدو خلاص بالمنطل عريض منفقى وجه كايدو خلاص ومم منطق ولا بعدل إذا أنتوا ابناء كايدو توقفوا في وجهك في طريقي يا أنتوا معنا يا أنتوا ضدنا مم بعدلكم توقفون ضدنا أنتوا أهل البلد انتخذوا قراركم الحين يا أنتوا معنا يا أنتوا ضدنا هنا بدت فعلا الصدمة تجي في وجه المساجين من جدك صج والله بتعطينا فرصة غانية يعني لا يزال لنا أمل نعيش حياة كريمة في وانو كذا هذا معنا كلامه فعلا فيه أمل نحن فيه فرصة ثانية نهزم كايدو ونعيش فيها الدولة مثل ما كنا نعيش قبل عشرية سنة فيه أمل لا يزال فيه أمل بدت كذا بريق النور اللي في آخر الممرض مظلم بده يطلع كذا نور ممكن ذا الشي يصير فيه أمل لا تزال فرصة موجودة ويعلق هنا يقول لقد استطاع الإمساك بقلوبهم المنتفظة المرتجفة اللي كانت خلاص استسلمت وكسرت وقاعد يقودهم يا لها من قيادة أسطورية خطاب وحركة ردة الفعل شنو خايفين من الألم خايفين منها تجيبوا عطوني الألم اللي عندكم وش ذا الألم يوقفني ما يوقفني أنا بيحزم كائدو يعني بيحزم كائدو لا توقفون انتم فجي خلوكم معاي في صفي هذا ما يعني ان تكون قاعد هذا ما يعني ان تكون قاعد قبعة القش هذا ما يعني انك ترث هذه القبعة من جولدي روجر من جولد روجر شاكس بعدين لوفي هذا ما يعني انك تكون من انت ملك الخراسة المستقبلية الهيبرا ياسم كائدو أنا تعباست واجد يا جواه هنا بابا نوكيه الأولد ميد الفيل قال اللعنة فعلا بدأ يأثر على قلوبهم يعني ترجع بعدما كسرنا عزيماتهم هالسنين دي كلها وهذا الهدف اللي خلّك كائدو أساسا يحط يستس كيد ولوفي في ذا السجن كان يبي يكسر عزيماتهم ويوصلهم لنفس المرحلة اللي وصلوا لها الساموراي في بالا انه ممكن انك تكسر عزيمة كائدو أو يستس كيد يا عمي ذي اللي عندهم حكي ملكي عندهم كام كورر حكي ما تنكسر عزيماتهم لذات وبلغ خاص صلوفي يعيد حياة العزيمة مو بيموت قرر قال هم لا يزالون في غفلة عليهم مفتحين مدام انهم كذا في وسط الساحة راح اطلق عليهم هذه القذيفة جاب في يد القذيفة مدفعية طلقات الرصاص العادية هذه مدفعية مكتب عليها 200 قال هذه القذيفة عبارة عن 200 طلقات من طلقات السادس العادية لما تنفجر في النص بينهم راح تأثر عليهم كلهم ولما تأثر عليهم موجودين في الساحة ذي اللي كلهم العزيمة اللي يرجعها لهم راح تدمر ويرجعون مرضان ينهارون ويكسر عزيماتهم بسبب الألم والمعناء اللي شايفوه قدامهم تحطموا من جديد وقال لا انت اطلع برا لو لك ما جيد كان لحنا بخير فحين رجعت لهم الأمل من جديد عشان اكسر العزيمة قذيفة كاملة كلها طعون حط القذيفة في ثم الخرطوم الفيل اللي في صدره والخرطوم مدايب لعب وقالوا با 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 اللي حركة اللي حصوه عشان يطلق المدفع هذا النظام القذيفة انا يطلق من فمه لما يعطس الفيل أنا ما دعوه يدلدق الفيل ولا سيسويه صراحة فكان قاعد يقول طلقت الفيل انتبه هنا الكوامانس وقول يقول هاي 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 اوغ ميدين قاعد يخاطط انه يطلق علينا شي انتبهوا السجانين انتظر اوغ ميدين يعني كان بيطلق مو بس على المسهجين حتى السجانين رابع كان ناوي يدمرهم كلهم فقاعد يقول لنا قاعد انتظر لا تطلق الطالقة دي علينا احنا موجودين رابعك رابعك والفيل حقه عات خاص بيقول عات شو ما بقلها الطالقة فهو برنك يقول اتستوليت فات الاوان ولحظة كده اسمعها هاهاهاهessen هذا بؤثر لوفيه ويربط خرطوم الفيل لوفيه ملامحة كده جاء قدام الفيل ربط خرطومه وقال حق экранوكي لقد رأيت مستقبل سيئ جدا لذا يعني بروية بهاك المستقبل شافه عنريدي طلق وشافه اثر علي gefallen وسأطارلو في قبل يطلق وربط خرطومه وبوبوففف الفجار المدفع الداخل البطن экранوكي ما مكانت قوتك 200 طلقة من الطعون تفجر داخل جسمك دمهر يا حبيبي على طوش الملكين بعدها أعطخطح على الأرض كده والجلد كلهم ما أستر سيدي لا يا القاد قاد السجد يدمر كاوماتسو هنا علق يا لهم الرجل يعتمد عليه يعني أنا ما كان عندي شي أسويه كاوماتسو ما كنتم عارف شو نتصرف لوفي في لحظة كذا رأي المستقبل وقافز و راح عنده وربط خرطومه وقال له إبلع ويجبون لك لوفي وجسمه يحترق والطعون قاعد ينتشر فيه بشكل أقوى منهم كلهم لأنه ضم عشرين واحد فكأنه عشرين طعون جي في جسمه ويأمر الجنود اللي كانوا كلهم متردين قال أترك الباقي لكم يعني يا حين وروني فعلا هذا اللي وريتكم وشي اللي أنا قاعد أسويه وشي اللي أنا مستعد أسويه وروني أنتوا شلي أنتم قادرين تسوينا مستعدين تسوينا دايفوغ وهذا قدامكم العقرب نائب الفيل هذا هذا هو واقف عليكم فيه كل المساجين كذا تفتح عليك دايفوغ قداموا ايه انتظروا انتظروا ما تعرفوا شي بيسر لكم لو أنتم عادلتم ويس السجن ولا السجنين للعقوبة اللي تنقص سيادك بعد أن تنقص رجولك بعد أن يقتلونك يذكرهم بالأشياء اللي كسرت عزيماتهم في السابق والمساجين ايه ايه نعرفش العقوبة ولا يهمنا العقوبة احنا من أحين يقول لك احنا ذوار احنا ذرنا عليك وعلى كايدو وبنقل أبوانو ولوه في ضملة خمسلاف وحليف من السجن ALIَّه hearts 8 أيام على احتفال النار على اليوم الموعودة على المعركة النهائية الاسطورية على لحظة سقوط كايدو هالثمانة يام دي ما راح تجي learning بعد سنتين هنا عارفين ولكن الهم تصبروا يا قمة تصبروا ولكن وبدون معرفة العدو بهذا الأمر يقصد بدون الكوين وكايده يعرفون ش اللي صار في السجن تم احتلال السجن تم إسقاط السجن تم تحرير السجن السجن أودن هذا كله تم تدميره بالكامل وأصبح في صف الحلفاء كان هنا تعليق يوكيرو شايب واندرفل دون أحسنت صنعني قبعة القش ورسالة منها إلى كايمون كايمون برافو عليك لقد أحضرت لنا حليفاً أسطورياً ما قال أسطورياً بس قال أحليفاً قوية جداً أنا من عندي أسطوري أسطوري نوفي أسطوري معلي منكم وعلى كذا الفصل والحمد لله في فصل أسبوع الجاي فأحنا موعدين بنفس القوة والحمال الأسبوع القادم ولكن نتوقع أنهم بنطلع من السجن أو على الأقل بيورينا كم صفحة في السجن نملقوا العلاج حقلوفي وكذا كذا بعدين بينتقل إلى جبهة أخرى عندنا العاصمة عندنا شي اللي صار مع ياسوئي المكان اللي قال لهم السجناء اللي داخل ضد باسل كوكز خلاص كيف في السجن يعني عرفنا شي صار مع لوفي عرفنا شي صار مع البيجموم ممكن يورينا شي صار مع البيجموم في أحداث مرة ملعفوانه أقوى من السجن يعني الحدث ده بغض النظر على الحماس اللي جاني لأنني أنا أحب لوفي بغض النظر عنده كله الأحداث اللي صارت في السجن يعني مو مرة 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 قوية أنا كنت متوقع أنه بيهزمهم ولكن كل اللي صار استعراض لقوة سلاح من أسلحة كوين التدميرية الطاعونية هذي واستعراض للقوة القيادي اللي موجودة عند لوفي وكيف لوفي يقدر يأثر على قلوب الناس اللي يتكلم عنها بيهوك في حرب المارين فورد إن لوفي عند القدرة أن يحول أي عدو إلى حليف بيني مكانوا عداء من الأساس هم حلفاء بس رجع لهم العزيمة المكسورة وحولهم إلى حلفاء بذكاء عبقري منه وبعزيمة وإصرار منه الضمة هذه ذكرتني مضمة الوايت بيرد حق سكواردو بعد ما طعنه وغدر فيه مع أنه شتانة بين وبين يعني يبقى الوايت بيرد هنا ولوفي هنا لا يزال ولكن ذكرتني بنفس الموقف يمضمهم ويقول لهم أنتوا خلوكم حلفائي لا تستسلمون أنتوا عايشين عايشة عبيد أنا ما بيلكم ذا العيشة أنا بيكم تعيشون أحلى عيشة يا أخي والله العظيم مشهد أسطوري بكل ما تعني الكلمة أتمنى في الإنم بيكون شيء رهيب مرة مرة خاصة الأضافة ومشاركة قتالية طبعاً الإحباط كان كنا متوقعين فاز عامل يستسكد قوية من اللحلة في السجن وحديد وكذا ما صار شيء خلاص تمت إسقاط الرئيس السجن وأنها بحقه ما بقى شيء خلاص السجن كله تحرر تقريباً كنا متوقعين من الأغماد نفسهم أسلوب قتالي استعراض قوي استعراضه بشكل سريع جداً أتوقع في الإنم بيستعرضه بشكل أفضل لأنه يحسن أنه قده مستعجل بيخلص الأحداث ذي بسرعة عشان يلا اللي بعده اللي بعده فالإنم هي أقدر أشرح ذي بشكل أفضل خصوصاً مع وجود المخرج الجديد الأرك الجديد هذا بيكون إن شاء الله شيء رهيب جداً وراء على عموم أهم نقطة حالياً وتكلمنا عنها أيضاً في حسابنا في التويتر اللي بيدخل عليه بتلك المرمى المصف إن شاء الله تعاد يا رب ما أنسى هل رح يبقون في السجن أم لا احنا نتكلمنا عن ذا شيء من قبل في بث السابق ولكن فيه نقطة إضافية أضافة لي دكتور محمد الله تعافية ماذا لو إن أتامة بقدراتها هذه بخين البودنك حقها تحكمت في السجانين كلهم وخلتهم حلفاء لها مثل ما صوت في سبيت سبيت كانت حصان أكلتها وصارت تابعة لأتامة لو خلت قدرت خلي السجانين كلهم بذلك يتبعين لها بإمكانهم يرجعون الدن دموش يشغلونها من جديد وصلون مع كوين ويقولون للأمور تحت السيطرة السجن ألوف يرجعونها في السجن وكل شيء في السجن والأمور طائمة ويتمون في السجن ويتمون مثلون أنهم مسجونين بينما في الواقع هم أحرار وتحرر والقلع ذيب الكامل صارت لهم هذا السيناري يطرحها أخواني الغالي دكتور محمد وعجبني فأحبت أطرحها عليكم أنا لا بد أنا لا ممقتنع أنا مصر أنه بلازم يهربون بالسجن ويتفرقون كل واحد في مكانه هذا الكلام قلت في البث القناة العربية من قبل ويتجمعهم من جديد في مقاطعة حاكموي اللي يتاب على الياسوئي اللي عند الميناء ميناء هبه في مكان آخر مكان سري ما يدري عنه لا يوريشي ولا حتى كايدو لا لا أريدي وياسوئي بلغهم بلغ المساجين اللي هناك روحتوا جمعهم في المكان اللي ممكن في رنجو حتى يجتمعهم ما أدري ما يجتمعهم فيه بس في مكان سري آخر راح يجتمعون فيه وعن طريق المكان هذا راح يقولون لا تنسوا مثلا وتاما هوية في الطريق جاية طالعين من مقاطعة كيوري إلى أدن كانت تتواصل مع هيتتسو أبو خشن المعلم حقها فلا ربما موجود عند كيكو موجود عند رايزا ودندم وشي خاص فيه حقوانو يقدر تواصل فيه معا مكيمهم مع رب علوفي اللي موجودين في العاصمة حاليا في عاصمة الزور أو هربوا إلى رنجو ومنها عن طريق التواصل هذي بيعرفون وين المفروض يجتمعون فيه وبيجتمعون بالجديد في مكان جديد يوم الاحتفال للنار شو بيامشي الكاتب وشو اللحظات اللي بتصير ما أدري ولا أقدر أتوقع صراحة ودمجون وملعها بشكل مصاحي بس حبيت أضع عليكم بذلك الاحتمال الاحتمال فعلا يخلون يتمون في السجن بوجود أتامح داخل السجن هذا فائدة جيتها واحتمال يطلعون من السجن لنتظر ويشوفوا الأحداث القادمة وشي اللي بيصير فيها وإن شاء الله الفصل القادم احنا معاكم في الاطباع وبث يوم الأثنين بنتكلم إذا في نظريات أكثر أو شي تقدروا أنتم في البث تجون يتعطوني نظرياتكم على التويتش واليوتيوب يوم الأثنين الساعة 9 ونص في الليل على قناة يايشوف كذي يصيروا صنعنا هذا الاطباع أتمنكم بطول عليكم في الختاب قولوا معاي سبحان الله ومحمدك أشهد أن لا إله لا تستغفر كنتم إليك تنسوا الاشتراك في القناة وضغط على زر العجاب والشير وشوفكم على خير اشتركوا في القناة